موسيقى يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشتكم شاشة المحور أهلا بيكم النهاردة في يوم جديد وحلقة جديدة من وصفة هنية سمحولي كده في البداية أرحب بزملتي سالي إزاك يا سالي؟ يا زكي يا شامي عاملة إيه؟ الحمد لله يا جديد تالي يوم جديد ومعنا وصفة جديدة وقلنا بقى أنت هتعملي إيه؟ ولا قولنا المكونات الأول؟ قولهم إيه بقى الفكرة الفكرة إن إحنا كل بيوتنا بيبقى فيها بواقي يعني بقيت فراخ بقيت سمك بقيت مش عارف إيه حاجة كده هنعمل النهاردة وجبة كاملة في طبق واحد من بواقي فراخ وراث عندك بقى بواقي مسلوقة بواقي محمرة بواقي مشوية كله شغال معنا أي حاجة موجودة من الفراخ وبعدين يعني دايما إيه مثلا نعمل فرخة وتلاقي فيه دبوس تساب شيلو بقى لفو كده بالستراتش وحطوه في الفريزر في دلسدر برضو لفوه بالستراتش وحطوه في الفريزر وآخر الأسبوع نطلعهم نعمل بقى الأكلة اللطيفة دي يعني الأكلة دي هتتعامل ببواقي فراخ هي تتقلم لها صلطة بس هي واجبة يعني هي مش صلطة يعني هي مش طبق جانبي جنب أكلة هي أكلة هي أكلة بس بنسميها صلطة مكارونا بالفراخ كده مجازا يعني أوكي هقولك بقى المقادير قوليلي نيشي هي صلطة مكارونا ببواقي الفراخ بس هي واجبة هنجيب مكارونا مسلوقة علبة فصولية حمرة مخصولة ومتصفية زتون اسود شرايح فلفل ألوان مكعبات أحمر وصفر واخدر فراخ بين قصين أي بوائي معا كده أنا اللي كانت بقصين هي اللي كانت بكل حاجة نعملهم القصين والجاسنج عندنا واحد فص طم مصروم معلقة كبيرة مستردة معلقة صغيرة زعتر اتنين معلقة كبيرة خل اتنين معلقة كبيرة زيت وملح وفلفل تمام أوكي بص اللي مختلف عندنا النهاردة في المقادير والمكونات الفصولية الحمر هيا دي لأنا عايزة احكي لكم عنها شوية النهاردة ميش علشان الفصولية الحمر دي انا اكتشفت ان في ناس كتير ما تعرفهاش ومش فهمها هي بتاعت ايه ولا بتعمل ايه بس فعلا دايما بنبقى شايفانها في كل حاجة اه موجودة في حاجاتك في كل حاجة موجودة في صلاطات كتير جدا بصي الفكرة بقى ان الفصولية الحمرى دي ان هي فيها مادة مواد بتمتص الدهون فالمواد اللي بتتمتص الدهون دي معناها ان انا اكل اي اكلة فيها دهون مليانة كده بالدهون ومعاها الفصولية الحمرى دي هبقى مرتاحة ومصر هتمتص الدهون ايوه احنا ناكم نجد الفصولية دي عشان تمتص الدهون وتلاقينا بقى مش شايلين الزنب كده ومش قاعدين من دايقين احنا يعني تمتص الدهون وإحنا نبقى خليل من الظنوب اوكي احنا يعني بنابقى قاعدين وضمرنا يعني حزين ان انا كالب بيزا يعني انا نفسي ايدو هاتي اكل بيزا قوي طب هروح عاملة جنبها طبق الصلطة دي اه ونجربين الفصولية الحمرى دي الزبط كده حتى الممكن الفصولية الواحدة مع الدراسنج يعني الفصولية اللي فطناها شوية دهون نجرب بقى كلام سالي وفلطة سالي ونشوف بصي اول حاجة بقى قلنا ايه الفراخ الفراخ هقطعها صغنا كده مكعبات اوكي اه فاكرة احنا قلنا ايه كمان على الفلفل الالوان لو تفتكري في اول حديد وحاجات كتيرة قوي بزبط كده وفيتامين سي احنا قلنا ان هي فيها فيتامين سي اكتر من البرتق neces على فكرة المخرج استاذ عيد حافظ لان هو آل آآ آل اه آل تخييري انا نسيت الله العظيم انا نسيت انا نسيت من كتر كل يوم واحنا بنطبخ طبخة جديدة وكل يوم بنعمل حاجة جديدة وكل يوم معلومة جديدة كل يوم معلومات جديدة لازم بقى نحط المعلومات جنب بعضين اوكي هط المعلومات جنب بعضين حب واستفجل منها كلها ومضادات للأكثرة هي أكتر حاجة فعلا حكاية المبهرة وجديدة حكاية إن هي فيها فيتامين سي أكتر من البرتقان فإحنا خلاص مش ملزمين ببرتقانة كل يوم عصير ببرتقان كل يوم والحاجات دي لا إحنا لو حطينا أي فلفلية من دول كل يوم في أكلنا هي أيما بالواجب أنت عيانة يا سالي النهاردة بعيد عنك ألف سلام عليك يا سالي ونزعلانة علشان أنت عيانة أنا يعني إنبرح كان ورايا 7000 حاجة أعملهم وقال لي كيش دخلت السرير من الساعة 9 أخدت بنوتي الزغننة في حضني وقعدت تلعب لي في شهاري رح تروح في النوم وهي اللي كانت عيانة ولا أنت عيانة لا لا بصراحة هي وقعدت تقولي شفت أه لا وبعدين بقعدت تقولي كلام بقى جميل كده اللي هو يا ماما يعني أنت دلوقتي تعبانة لو كنت قعدة لوحدك مين هي كان هيسليكي لولا ما كنتش موجودة في حياتك تأميني وعييني يا سالي أنت بيش أخدر؟ أياتي فعلا بست شهرة فعمية كنت شهنا من الساعة 9 ألف السلام عليك يا خالي الله يسلامك يا حبيبي أنت كده حطيتي جبتي الماكارونا المسلوقة وحطيتي الفراخ المكعبات وعليهم الفلفل الأحمر أهلا أوكي والفلفل الأخضر أهلا والأصبر كمان أهلا مش أطرق بس الزبط أيوة أنت شطورة سكوتي بقى مبارح الناس قعدت تقول لي إيه تكلمتي على برج الحوت وكلمتي على برج الريزان فين برجي كل واحد بقى يقولك فين برجي فين بقتر لأبراج والناس كلها عايزة تطرف الأبراج ببعادة في 2020 ستحت على نفسك موضوع الأبراج قلت بقى كده أنا كل يوم أربع وخميس هعمل لكم برجين 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 أيوة أنا أقول لكم برجك اليوم بيقول إيه يعني عارفت سلية الحاجات أنت هتعطيسها الصبح تلاقي سيبوني بقى أنا والتوقعات بقى أنا معاكم سالي هتطبخ وأنا أقول جنبها التوقعات سالي حطت الزتون حطت الفلفل الألوان كله والزتون والفصول فصول يبقى نحط منها إيه كل كله خليتش حاك فصولي نحطها كلها كلها على بعضها تخلي حاك أه بس هو كله على بعض على فكرة هي كده يعني تتاكل بس بقى لسه الدرسينج هو الدرسينج بقى اللي إيه هيزبط لنا الدونية وعايزة بقى بردو أعود أحكي لكم شوية كده على موضوع الدرسينج ده أنا بوقع أبتش هديكي منديل هجيب منديل حالا لم اللي أنا وقعته ده عشان ما بحبش يبقى حوالي حاجات المنديل هناك هجيب لك الوقت والبصت جنبك أشيله بالنفسه يلا لين ينمشي أنا بساعدك على فكرة يا سالي دايما وأي حد يقول لي أن أنا ما بساعدك لا 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 إيوان بيتبلع علي صح يا سيء؟ بس كده أنا بساعدك دايما وبروح وباجي وبعمل كل حاجة وأنا أنت عرفاني إيه ما هارفش أستحمل بتبقى حاجة جنبي وقعة أيو أيو إحنا قلنا قبل كده قلنا قبل كده أن الستة الشطرة اللي مطبخة نظيف ودايما بتبقى منظفها بعديها ودايما لما تعمل كل حاجة بتبقى أخذ بالها كده من إيه من مطبخة علشان الرؤية بتاعت الناس لما يبقوا عايزين يعرصوا ستة نظيفة ولا مش نظيفة بيعرفوهم من مطبخة والله يبص يعني أو إحنا أكيد بيجي علينا أوقات ونسقط يعني زي ما أنا برح كده نمت أكيد قمت الصبح لقيت إن المطبخ في حاجات بس يعني بحاول إحنا بنتبخ نعمل نعمل كده يعني نحاول إن إحنا برضو نضف على قد من قده دا استثناء إن إحنا تعبنا مثلا على حاجات ما ما يبقاش العادي إن على طول على طول سايبين حاجة وفعلا لو نضفت أول بول أنا ببقى بحمر والحاجات بالترتش وروح جايبة من دين ملاحة على طول لإن الدهون وهي لسه سخنة على البوتاجاز شيلها أسهل كتير من إن إنت تسيبي وتعادي وتريحي بعد إنت يجي بقى تشيلها بعد ما الدهون مسكت بقى صح بصي بقى الدراسنج أنا هعمله هنا في برطمان ليه هعمله في برطمان؟ أولا سهل جدا في الخلط هتلاقيه بيبقى أسهل إن أنا أعرف أخلطه كويس ويبقى طعمه أحلى زائد إن أنا البرطمان دا أنا ممكن أملاه بالدراسنج أعمله كمية كبيرة وينفع معايا للسلطة طول الأسبوع البرطمان دا لو حطناه في التلاجة طول الأسبوع هيكمل معايا أوكي فهيبرطمان وأعمله فيه الدراسنج وهقولك دلوقتي كمان الدراسنج لو خفيف يبقى إزاي ولو ما عنديكيش مشكلة إن أنتو تعملوه أتقل شوية يبقى إزاي فأول حاجة أحطها شوية ملح والفلفل وهينا مقلبة فلفل مع الزعتر إحنا قلنا إن الدراسنج دا واحد فاصطه مفروم ومعلقة كبيرة مستردة ومعلقة صغيرة زعتر واثنين معلقة كبيرة خلب واثنين معلقة كبيرة زيت وملح وفلفل والملح دا يا سالي إحنا بنحط قد إيه ولا كده كده بص للطعم يعني أنتو كروكي يعني أنا واحدة من الناس ما بحبش الملح كتير فهتلاقيه ما بحطش كتير قوي حد تاني بيحب الحاجة حدقة بس يعني الأفضل طبعا إن هو ما يحطش كتير أنا بحب الملح عالي قوي قوي وده بيعمل ميا في الجسم للأسف بالضبط ده بيحاول ميا ده كده أنا حطيت الخل الزيت كمية الخل بتبقى قدي كمية الزيت جميل جميل المسترد المسترد دي من حبوب الخردل حبوب الخردل دي برضه على فكرة مفيدة وفيها حاجة اسمها مضادات التهاب يعني مضادات التهاب دي عموما اللي بتبقى في الأكل بتبقى مفيدة جدا في نزالات البرد بس أحطك حكي علي يا ساني إيه اللي دا حكي يا ساني ده حكت على أي دلوقتي لا والله يا برض اللي عندي عشان اللي وقفة كده هم رح راحة ولا تحكت على أي أنا عايز أعرف أنت تحكت علي يا حكاتي العيش أنا خفتيت على الأسف شوية إن كده تلاتة مش شغل معي صح؟ محصيتك الدرسنج ده درسنج خفيف قلنا عبارة عن خل وزيت كميات قد بعض ونصهم نص كميتهم تبقى المسترد يعني لو معلقتين كبار خل معلقتين كبار زيت يبقى معلقة واحدة مسترد ملح فلفل زعتر الزعتر ده ممكن نبدله بأي نوع توابل تاني ممكن سماء مثلا لو هي أكلة لو عايزها تبقى سلطة شامية شوية عايزها ليها نكهة شامية شوية ممكن يبقى بابريكا لو عايزها تبقى سلطة مكسيكان شوية فنقدر نلعب في التوابل زي ما احنا عايزين هنرجوهم في بعضهم هنرجو كويس جدا اتمنى لو الكاميرا تجيب بقى شكل الصوص بقى عامل ازاي نطيفة والله هي قوي ممكن تعويجيها كده كمان قولي فين كده ايوة كده جات؟ ايوة اللي مجهتش ايوة اللي مجهتش زي ما امسي زي ما امسي زي ما امسي هتيجي حالة اوه اه بقى بقى لونها كده حاجة تانية خالص ايوة يعني ما بقتش فصلة كده وزيت شوية الزيت خلاص كمان اختفقت ايوة كده لطيفة 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 انا بحب الرجج كده قوي خلشي انا بحب بجانية كل ما بتترجع احنا لو هنحط منها في التلاجة فالمفروض ان احنا بقى كل مره نطلعها من رجج الاول شوية عشان هي ممكن من التلاجة تفصل فبتتديها رجة كده تعمل تبنا بس على اخر السنة دي هتلاقوني واقفة بطبخ سالي بتطبخ طبخة ولا بطبخ طبخة ونعمل مسابقة وطبعا جبورك يا سالي هيقطعوني هيقطعوني هرج تاني ولا خلاص لا خلاص حلو كده جده طيب لو احنا ما عندناش مشكلة في ان هي تبع ضايت ومش ضايت وحاجات كده ممكن نزود كمان مايونيز اه تمام ماشي يعني دي للضايت لو احنا عديدين بأنزود شوية الزيادات المايونيز والحاجات دي اوكي ممكن نحط مايونيز بس ولا مايونيز واحكيات تانية ممكن مايونيز وزبادي زبادي وممكن هقولك خليها مايونيز خليها مايونيز ملكشف الزبادي بحبه بس يعني بحس ان هو ضايت قوي لأ بس لما بيتحط مع صلطة زي كده لأ خلاص هقولك بقى كمان ممكن مايونيز يلي قوي لو دي بقى بواقي سمك أو بواقي تونة أو هي علبة تونة مفتوحة ومتقطعة يعني أصلي السلطة دي برضو تنفع بتونة بدل فراخ أنا كنت لست عايزة أسألك بقى في حاجة دلوقتي أنا خدت بالي أن الفراخ اللي انت مقطعها همكعبات دي فراخ زي محمرة شوية؟ ما شوية ما شوية؟ ما شوية؟ بس ما شوية على طوصة يعني آه أوكي ممكن هي لازم تكون ما شوية يعني ولا ممكن بقى كل أنواع الفراخ اللي تنعب سنة؟ آه زي ما نقولت لك ده أي نوع فراخ موجود تنفع أي نوع سمك موجود على فكرة يعني لو أنا عاملة سمك من قبلها بيوم في الفرن مثلا والسمكة لسه فيها حتت هروح بقى مفصصاها مقطعها حتت وحطاها في بقيت شكل تاني خاصة إن هي السمك لما بيبات محدش بيأكله بس بالطريقة دي بقى الناس هتأكله أوكي والسلمون كمان يا سالي ممكن؟ والسلمون ممكن طبعا ميش ويه هقول لك إيه تانيين؟ بسلسين الطماطم الصغنانة الشعري دي؟ هيحطه على الوش بقى أوكي ميه كمان ينفع؟ بصه ممكن السوسيس الحاجات دي بقى بس طبعا كده بعيدنا خالص بقى عنlaim دايت بس يعني خلوين يعني حلوين هلوين؟ وبعدين هما الناس قالولنا فكرة فاكرة ام يوسف ام يوسف لما اتصلت كانت قالت ايه كانت عايزة اكل تقليدي اعمللنا بقى ايه اكل عايدي مش لازم كله دايت ايه شفتي بقى فانا باسمع اكل انا طلبت ان البرومو ميتعملش كله كده دايت 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 احنا اه بعد كده عندنا فقرات ان احنا بنهاجم السمنة ولكن برضو احنا بنحب الاكل بصي في الاول وفي الاخر شعب ومصري جميل هو وصفة هنية فاحنا ما قلناش ان الوصفة الهنية دي نأكل ونتهنى ونتبسط ايه احنا ما قلناش ان الوصفة ندخن ونخيص صحيح ذالي بصراحة ايه انا بحب ان الناس يبقى فيه ثلاثة اربعة كيلو بيلعبوا فيهم اطلع وانزل اطلع وانزل يعني مفضلش بقى ثبتة كده وما بتحركش وقعدة مع الزبن نفسي طول حياتي يعني خدت بالي ان معظم السيدات لما بيحملوا وبيولدوا بيخسوا جدا لو هم قرروا ان هم يعملوا دايت بتبقى فرصتهم فان هم يخسوا كبيرة جدا 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 مش زي ما كل الناس او مش زي ما ناس كتير عندها اعتقدات وشائعات الناسات لما بتحمل وبتولد وبتجي فترة الرضاعة دي بتدخن قوي لا دي مش حقيقة لو انت قررت ان انت تعملي دايت وتمشي على نظام غذائي بعد على طول الولادة بتاعتك ده بيساعدك ان انت تخسي جدا جدا اصلا الرضاعة لوحدها اقوى نظام غذائي يعني اقوى ضايت كأننا بنلعب رياضة ايوا صحة الرياضة الرضاعة بتحرق كمية كالوريز رهيبة جدا على فكرة معظم الممثلات والفنانات والمطربات والحاجات دي كلها لهم ناس المشاهير حتى كمان برا في هاليوود والحاجات دي كلهم على فكرة بيخسوا جدا بعد ما بيخلفوا انا هخلف لما اجاوز مشاهلا مشكلة ان ساعات في ناس بتبقى عندها معتقدات ان لازم اكل دسم ولازم اكل مسكر جامد قوي ولازم 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 علشان يبقى فيه لبن للرضاعة فلا اضرار اللبن ما بيجيش من الحاجات المسكرة قوي دي اضرار اللبن بيجي من السوائل والسوائل والعصاير الفرش موجودة ومش بتطخن الماء اصلا لوحدها بتزود اللبن السوائل الدافية يعني اللي هو باكت يانسون باكت كاموميل باكت نعناع انت بتشربين نهات حاجة كده دافية الحاجات الدافية دي الحاجات الدافية دي انما نبعد مثلا عن الشاي الاخضر نبعد عن الحاجات اللي هي المنبهات اللي فيها كافين عشان كافين ممكن يقلل اضرار اللبن انما اللبن بيزيد بالسوائل بالسوائل سوائل سوائل كتير لا بيزيد بدهون ولا بيزيد بسكريات ولا الحاجات دي خالص وبيحرق جميل جدا انا هقولك انا في بنوتي الاولانية بعد ولادتها بسنة بقيت 49 كيلو يعني انا كلام صح اوه على ارض الواقع كنت حاجة كده يعني اقولكيش حتى لو انت تخنتي قوي في فترة الحمل نفسي اوه يعني انا في الحملة ووصلت 57 لما بتجي بعد كده بتخسك بزفت انا كنت يعني داخل اولد وانا 57 لما هي تمت سنة في عيد ميلادها سنة انا فاكرة كويس جدا كنت 49 كيلو سيبكم من اللي حاصل دلوقتي بس ده دلوقتي عشان انا مبقاش في حرق لانا اريدي بعد كامل انه معين كده ايه الحرق بيقلل اوه انا يعني انا انا عندي ثقف نفسي قوي انا اقولك الكاميرا متخنانة متخنانة ايش شكر ده ايش شكر ده كل شوية عمانا اشكر فروحي الحقيقي اميزي من انت كونس وانا كاميرا متخنانة كده المكارونة خلصت الصلاطة بس هي مش صلاطة هي وجبة زي ما احنا اتفتنا وجبة غزائية صحية مفيدة جدا فيها كل الحاجات اللي احنا محتاجنين اي شطل مكارونة عندنا اي حاجة حتى الفراخ ما شوية بالضبط ومتقطع مكعبات صغيرين تقفين الدراسينجي تحطتي يا سيلي اوه والله ده غراباين لا بس هايبان بقى لما ايه ايه نقلبه لا لما الدقين ناكله ايوه انا عايزكي الدقين اوكي الشوكة بتاعتي الجميلة ايوه ايوه شوكتك وفصوليتك ويستني اجيبلك حتة ايوه حتة فراخ بقى نعم اوكي حق سابنخ قبلك انا اكلوا سبنخ وعجبتهم قوي وأنا كمان عايزين تشوفوا الوصفة بتاع السبنخ اللي هي عجبة الاطفال بقى وعجبة الناس وكده هتلاقوا على البيج على وصفة هنية وصفة هنية عربي وصفة هنية بالإنجلش وصفة هنية بالعربي على الفيس بوك هتلاقوا بينزل كل الفيديو بتاع الوصفات كلها ولسه احنا على اتفاقنا اللي احنا اتفاقناه ان احنا ان شاء الله هنعمل فيبج و هقول لكم على الاسم بتاعها عشان تنزل الابراج معي عشان تنزل الابراج معي ما قلتش في معانا وقت أقول حاجة عن الابراج مفيش للأسس حاضر 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 الحلقة جاء إن شاء الله يوم الأربع هجيب لكم توقعات معظم الابراج هجيب خمس ابراج غير الحوت والميزان هجيب بقية الابراج التانية و إن شاء الله على فكرة يا جماعة على مدار البرنامج بإذن الله هيكون معانا مسابقات و هيكون معانا حاجات لطيفة جدا جدا حتى كمان في الفقرات اللي بعد كده اللي احنا بنعملها عن استمنى المفرطة هنعمل لكم حاجات يعني هتعجبكوا قوي بإذن الله في وصفة هنية معي أنا وسالي سالي بشكرك جدا على النهاردة و بشكرك على الطبق الجميل ده كل مرة بتفاجئينا و كل مرة بتعملينا حاجات أحلى من المرة اللي قبلها بسوطة أنا كنت معك النهاردة شكرا بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا دي و إن شاء الله لسه معانا فقرة تانية إستانونا بعد الفوصف نساء الخير ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ولستا مكملين معاكم في وصفة هنالي الفقرة دي هنتكلم فيها كالعادة عن مرض السمنة اللي انتشروا بشكل كبير جدا بقى دلوقتي عدد المصابين بالسمنة أكتر من مليار شخص في العالم كله و ده طبعا دفع دول كتير جدا إن هي تخصص ميزانية كاملة للعلاج علشان برضو يعالجوا مرض السمنة طبعا أكيد و علشان يشوفوا إيه هي أسباب مرض السمنة أو أسباب الانتشار دي ليه طبعا انقسمت أسباب الانتشار حوالين حاجات كتير يعني مثلا من ضمنهم نظام الأكل الغير صحي و طبعا التكنولوجي و بسبب وسائل الراحة إحنا هنا مش بنقول بس أو مش هنتكلم بس عن مرض السمنة اللي هو انتشر بشكل كبير لأ إحنا كمان عايزين طرق لعلاج مرض السمنة دايما بندور على الطريقة الأسهل والأفضل والأسرع والأحسن والأأمن فعشان كده إحنا النهاردة هنتكلم إزاي نقضي على مرض السمنة منتاز سهولة و إحنا عاديين في البيت حتى لو إحنا بناكل و مش بنعمل دايت و مش بنعمل رياضة و مش بنعمل أي حاجة إحنا حاولنا فيها كتير و طبعا ما جابتش نتايج اسمحوا لنا كده نرحب بديل فقرة النهاردة هو دكتر خالد غزالي طبيب صيدالي استشاري النباتات الطبية والأدوية أهلا بحضرتك و انت بقال في صحة وسلامة و حافي نيير و يا رب إن شاء الله السنة دي تبقى أحسن من السنة اللي فاتت بإذن الله آمين يا رب كانت حلوة الحمد الله كل سنين ربنا حلوة بإذن الله طيب دكتر احنا دايما بنتكلم مع بعض على مرض السمنة و قولنا قبل كده ان انتشاره بشكل كبير جدا جدا و عدد المصابين دي فيه كتير في مصر و طبعا كل دول العالم و قولنا ان السنة دي بوابة لكل الأمراض وهي استبقى في أمراض كتير و كلمنا بكيه على ضغط الدم والعجز الجنسي و كله كتير والعقم والحاجات دي طيب النهاردة عايزين ناخد سوية من منظور مختلف ناس كتير تعبت من الدايت والأنظمة الغذائية الصحية و ان هم لازم يروحوا عند دكتر و يتابعوا معاه و مش عطائه الحاجات دي و جربوها كتير و فشل ايه الحلول المتاحة دلوقتي اللي تقدر انها تجيب نتائج و نتائج آمنة و سريعة اول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم لو اتكلمنا على السمنة السمنة مش مرض السمنة في حد ذاتها دي مش مرض السمنة وباء الوباء يعني ايه وباء يعني بيقت الناس كتير جدا مش السمنة في حد ذاتها مش مرض بس السمنة الطريق اللي قدت امراض بتتراوح من قولنا من امراض سقوط الشعر و امراض البشرة و الاخره لغاية السرطانات و كل دي لستة طويلة جدا فيها سبعين مرض فممكن ده مثلا بيموت من السمنة السمنة جابت له مرض سكر مات منه يبقى دي واحد ضغط دم مات منه قد اتنين وهكذا الليستة طويلة جدا في موضوع السمنة يعني مش مرض واحد و ان دي بتصنف على انها وباء للأسف الشديد ان انا هنقول المعلومة دي و المعلومة دي سبتة مصر اكبر بلد في العالم فيها نسبة سمنة بالنسبة لعدد السكر مصر ولا البحرين لا احنا عندنا البحرين والسعودية والكويت كويس احنا عندنا 16 بلد عربي من اوائل البلد في السمنة بس اولهم مصر اه اولهم مصر احنا عندنا فوق 15 مليون مريض سكر ده عشان عددنا كبير مقارنة تنبيه لا احنا لقول النسبة والتنسب احنا كان امريكا لغاية سنة 2014-2012 كانت تقريبا نمرة 12 على العالم احنا كنا 12 كان هما نمرة واحد عكاسنا خدنا احنا نمرة واحد و ديناهم نمرة 12 بتاعاتنا اوبا اوبا دايما متخدب دايما متخدب المشكلة الاساسية احنا خدنا نمط الحياة بتاعهم و هما بتدوا يرجعوا نمط الحياة اللي اسمه البحر القابض المتوسط نظام الغذائي بتاع البحر القابض المتوسط اللي معتمد اساسا على الفايبرز اللي هي الالياف و معتمد على الالياف في الاكل سلطة فاكهة اكل بطء جديد اكل بيت اللي هو الاكل الاكل الشارع اللي ابتدوا يحربوه وبعدين في حرب شرسة جدا لان برضو فيه امبراطورية في العالم اسمه امبراطورية الطعام مم مفيش داعي لذكر اسماء محلات شعيرة دي اسمها امبراطورية الطعام هي امبراطورية الطعام هي السبب اللي بيحصل في العالم كل دلوقتي عايزها كتاكل كتير وتاكل كميات كبيرة و تتخني تتخني ما تخنيش مش مشكلة عندها المهم انك تستهلكي المنتج بتاعها فده الأساسيات بتاعة زيادة السمنة في العالم سيدة يا دكتور خالد في فقرات قبل كده مع بعض لما كنا بنتكلم على موضوع الاكل وكده انت قلتلي ان ممكن البني ادم يجوع جدا ولو استنى ثلث ساعة بوضع خلاص اروح من جوع سيدة ان انا جربت النظرية دي انا عارف كنت جعانة جدا كنت جعانة جدا اشرب مية باشرب مية وبستنى ثلث ساعة الا ايه فجأة ان انا خلاص رحت لشهبة بتاعتي ان انا عايز ااكل حسنة الجيرلين اللي هو يعني اقول لحضرتك ايه اللي بيخلي السمنة انا اقولك على حاجة يعني برضو انا دايما اوعدك بحاجة كويسة كل حلقة صح صح بحقيقة ايه اللي بيخلي الاعراض اللي بتيجي من السمنة الناس كلها تكلمت على الكوليسترول وتكلمت على اللي مش عارف ايه و ايه و ايه خالص اكتشفوا ان هرمون الجوع الشبع هو السبب في كل امراض السمنة او 90% امراض السمنة ازاي ازاي مع الناس اللي عندهم بدانة شديدة هو هرمون الشبع اصلا موجود في الخلايا الدهنية الناس اللي عندها بدانة او عندها سمنة جمدة جدا بيبتدي تفرز عندها هرمون الشبع بكمية كبيرة جدا بس زي ما قولنا الحلقة اللي فاتت قلنا هباء منصورة ماروش لازمة ليه لان مستخبب مبيقدارش يروح للمستقبلات بتاعته في منطقة في المخ اسمها الهايبوثالمس اللي هي المنطقة دي لأول ما يحصل لها الهرمون المفروض يوصل لها تقول الجسم كفاية اكل استوب تدي له علامة حمرة استوب ايتينج بطل تاكل خلاص مقدارش الانسان يأكل للأسف الشديد وجود السمنة بتخلي تظهر نقول اجسام مضادة او بالمعنى اصح مقاومة لهرمون الشبع فبيبتدي هرمون الشبع ده يعمل الأعراض الجانبية تقريبا 80% من أمراض السمنة بتيجي منهم هرمون الشبع ومنها السلطانات او فهم لانه طالع في الجسم ماروش مش قادر هو الوظيفة الأساسية بتاعته ايه انه هو يقف الأكل مش قادر يعمل الوظيفة الأساسية بيعمل الوظيفة التانية وبكميته كبير زي الانسولين بالزبط هي نظرية كبيرة جدا وهي مبني عليها العلم الحديث كله بلازم نقلل عدد ؟ هو ده الي بيعملوا البيسلم علي فكرة بتقلل؟ بيقلل عدد الخلايا الدهنية انا versch cracked وحجم وقد جد فدي مهم جدا جدا فيه طيب أنا معي كمان يا دكتور أسئلة جات لنا عن بيسلم خليني الأول أسألها لحضرتك وانت برضو رد علي الحاجات اللي جات لنا على صفحة الفيسبوك على وصفة هنية في حد بيقول أنه هو عنده سنة وصلة ل85 كيلو وده عمله مشكلة لأنه طوله 161 وحاول أنه هو يعمل ريجيم كتير بس الدكتور منعه من الصلاطة علشان بتتب القولون عنده وأكل كتير جدا جدا كان عايز يعرف هو ممكن يستخدم البيسلم ده وممكن يفيده في حالته ولا لا نقول أول حاجة هو تقريبا وزنه 85 طوله 161 قلنا المعادلة الأساسية بتاعت السمنة ومعرفة حجم الدهون الزايدة في الجسم منقول الوزن بالكيلو جرام مقسوم على مربع الطول بالمتر أنا حسبتها كانت عندي فحسبتها لقيت أنه هو اللي بيطلع الناتج عنده 32 و 18 تقريبا طبعا هنا فيه سمنة بس سمنة المرحلة الأولى سمنة المرحلة الأولى هل المرحلة الأولى دي معفية من الأمراض؟ لا هل المرحلة الأولى دي مافيش منها خطورة؟ لا فيه خطورة جدا فيها لا أخطر حاجة فيها أنا ممكن توصل للمرحلة الثانية بسرعة وتانية حاجة ممكن معرض برضا سكر داخت الدم فأنا بقوله البيس لن من الحاجات قلنا الكويسة جدا اللي هي بتخلي الإنسان قلنا بنقل عدد الخلايا الدهنية ونقل الكمية الدهون اللي موجودة في الخلايا الدهنية وده نظراً لوجود الألياف الألياف الموجودة فيها غير الألياف الموجودة في الخضار الألياف الموجودة فيها بروساسد يعني معمول لها زي ما قلت دي جايي من فرنسا معمول لها حاجات معينة عمليات تنقية وعمليات تعقيم معينة بحيث أنها تبتدي تخلي تجيب المفاول بصراح أنا حicorn هو خايف علشان عنده القولون بيتعب لا للهاش دعوم أنا بقولنا ألياف يعني ما بتوتيبش لما هذا بس انا للاسف شديد كنت عايز معلقة بس مفيش معلقة مش مشكلة او شوكة او اي حاجة معلقة كاريت هنا والله يا دكتور لو هنا ده ده البيسليم يا جماعة ده البيسليم هو عادي خالص اه هو انا بقى قصه بمقص لانه هو مش محزوز مش عاملين له حز لانه عشان ما يدخلوش اي نوع من انواع الارتوبة الهواء مقفل كويس جدا ده منظره عشان لو جي اي حد تاني لو عملناه كده انا بقى مش عارف اقلبه بايه بصراحة خلاص اوكي انا يعني هيبتدي ام 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 هو اسبقى كويبين ان هو لو انا بس انقلبته كده كويس هيبيني قوي البص اللي لاقي ان الحجم بتاعه ده ابتدى خلاص ابتدى يمتزك بالماء حتى من غير تقليب هو المفروض في الحالة دي انت بتاخده بناخده الصبح بدري قبل الفطار بتلك الساعة لو عملناه كده مش هتعمل اوي هو هيه هو هيه مص الماء على طول يعني احنا عملناه كده الاسب الشديد طريقة طبعا الصح مش صحة خالص اوكي احنا نقلبها اوكي بعد ما نقلبها نبص نلاقي فيه تلات طبقاتها تطلع طبقه فوق الياف طبقه وسطه وسطه فيها مية شفافة شوية بس سفرة تحت خالص فيه الياف تاريه يعني نوعين من انواع الياف بحيث الياف تبقى سريعة تقفل مكان الجوع بسرعة تاني اللي هو الجيرلين اللي هو الهرمون ما كان بتقفل الماء كانوا فوق البتاع بالضبط في المعدة من فوق وبعد كده بيبتدي يسحل نزول الاكل لان برضه في بعض انزيمات معينة او هرمون معين بيطلع يخلي الانسان ما يحسش بالقوة ده ممتاز جدا ما ملوش اي تأثير على القوله تمام وهي اكل كل حاجة وهي احنا نفسنا هنخليه يأكل اقل لان فيه جارسينيا والجارسينيا دي معروفة ان هي من الحاجات اللي بتقفل الشهاية وهو اصلا مفيد او هو ما بيدرش تماما لان ناس اللي عندهم سكر اللي عندهم ضغط ولا لا لا بالعكس ده بيساعد في علاج السكر والضغط واتفاع الكوليسترول اوكي طيب عندنا حد كمان بسهبها النوتا بتقول انا كان وزني قبل الجواز مناسب لطولها جدا وكان جسمها متناسق بس بعد الحمل والولادة وزنها زاد 25 كيلو ده ضبية ده ده مصر مصر كلها كده المصريات كلها كده اه بس اتصدق كنت لسه بقول يا لوقت في الفقرة اللي باتت انه بالعكس لا اقولك ليه هما هي كانت قبل كده يعني الجواز عين وعبنة كمجتمع شرقي البنات بالزاد بيرح رحوا جد كده بعد الجواز مشكلة في رح رحة ماشي وبعدين بتقول انها كانت عايزة تنزل تنزل وزنها عن طريق بيسلم فهل في ضرر لو استخدمته اثناء الرضاعة لا خالص مالوش اي اعراض جانبية قلنا ده حاجات طبيعية جدا 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 وحاجات طبيعية مفيدة مش عايز كلمة ان حد يقولك ايه النبات لو ما فاتش مش هيدور لا ما حدش الكلام غلط ده بالعكس ده ممتاز جدا جدا لليها ومالوش دعوه بالبيبي بالعكس هي خليها تشرب مية زيادة وهي ساعد على اضرار اللبن اكتر ويقلل شهيتها في المقابل هي خليها تشرب سوائل اكتر يا جماعة فيه فرق بين يعني فيه نقطة يقولك اشرب العصائر لا اشرب كل فكهة كاملة كل الفكهة كاملة لا فكهة الفكهة كاملة عشان فيها الياف كتير ومتازج جدا انا للأسف يا دكتور كان معي اسئلك كتير جدا بس وقت الفقرة خلصت مع حضرتك بسرعان هذا ان شاء الله هيكون لنا فقرات مختلفة مع بعض وكل سنة وانت بقى تسعر حسنا وشكرك لوقتي كان معانا دكتور خالد غزالي طبيب صيدالي استشاري النباتات الطبية والأدوية وكده مشاهدين تكون خلصت فقراتنا في وصفة هنية استنونا ان شاء الله يوم الاربع الجاية اشوفكم على الخير بحفظ الله السلام عليكم انا اخوكم ابراهيم السماحي محافظة كفر الشيخ سني 36 سنة ووزني الحالي 170 كيلو ان شاء الله هعمل عملية تكميم مع الدكتور كريم طبعا انا بعاني بالسمنة من سنين من الصغر يعني وطبعا عملت محكام مرة ضايت وفشل وكنت برجع بالوزن ازيد من الاول وبدأت ادور بقى على موضوع العمليات اما سمعت عنها وعن تطورها الايام اللي فاتت وطبعا شفت الدكتور كريم انسان على خلق عالي انسان محترم جدا وشفت حالات كتيرة للدكتور كريم وما جيت قابلت وقعدت معاه شجعني ولاقيت مقابلة اخترم جدا منه وطميني اكتر والشكوك اللي كانت بالنسبة لعملية بالنسبة لي راحت خالص وانا النهاردة ان شاء الله باذن الله حيعمل عملية تكميم ودعواتكم لي وطبعا انا مش عايز اقول تاني الدكتور كريم الدكتور كريم ده اخ فاضل وانسان على خلق عالي جدا اهلا بيكم النهاردة اقول لكم على تكميم المعدة تكميم المعدة بالمنظر هي عملية الهدف منها انقاص الوزن الهدف منها برضو علاج الامراض المصاحبة للسنة المفرطة سوز ابراهيم 170 كيلو احنا عمله تكميم المعدة تكميم المعدة هي من العمليات القوية في انقاص الوزن القوية في علاج الامراض المصاحبة للسنة المفرطة زي الضغط والسكر والفلسرول دون الكبد الامراض كل الامراض المصاحبة للسنة المفرطة كمان تكميم المعدة بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة ويعني ممكن تكون حاجات ميني صغيرة جدا تكميم المعدة كمان يمكن اجراءها خلال تانيات الجلد المخفية زي البكين لاين تكميل المعدة يمكن إجراءها باستخدام الدباسات الأمريكية العادية ويمكن إجراءها بالدباسات الأمريكية الإلكترونيك اللي هي من شركة نيترونيك السيجنية أو الدباسة الإلكترونية دي تستخدم التدبيس السلاسي بيبقى طبعا إحكام أكتر على الأنسجة تقليل في نسبة تسريب نسبة النزيف ما بعد إجراء العمليات بتقلل يعني طبعا فرصة المضعفات بنسبة كبيرة جدا التخلص من جزء كبير من المعدة بيخلي الشابع بيزيد والجوع بيقل لأن طبعا تخلصنا من جزء كبير جدا من هرمون الجوع وبالتالي الشابع بيزيد على فترات كبيرة جدا ومنجوعش على فترة أكبر وبالتالي إنزال وزن بصورة صحية زليمة طبعا إحنا بنحاول نحن نبدأ عن السكريات الشوكراتات والأيس كريم الحاجات اللي فيها شجرز كتير ما بعد تكميم المعدة بحيث أنها يعني تكميم المعدة لا تؤثر على الامتصاص وبالتالي فيه بعض التحفزات ما بعد إجراء العملية بالنسبة للسكريات والشوكراتات والحاجات اللي فيها طاقة عليها فروجنا من المستشفى بعد 12 ساعة بنرجع لمشاطنا بعد يوم من إجراء العملية أطمنكم على بعض كل إن شاء الله العينين من نهاردة في الليست وإن شاء الله للصورين يوم بسلامة أطمنكم عليه بعد العملية إن شاء الله التوفيق شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور كريم صابري أنا بس هوريكو خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكميم المعدة عملية تكميم المعدة هي عملية سهلة الهدف منها إنقاص الوزن بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة وهوريكو دلوقات الآلات اللي احنا بنستخدمها لفصل المعدة عن الدهون ويمكن كمان قص الجزء المعدة ويعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه المسالكات كلها أمريكي طبعا احنا بنستخدم دباسات يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات أمريكي يا إما كوفيدين أو جونسون الدباستين مختلفين عن بعض شوية في التكنولوجي يمكن دباسة جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها ألوان مختلفة شوية بتدستهلك وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن ستة سنتي ستة سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقة دي وبعد الدباسة ما بتدخل التدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو ستة سنتي إلى أن تنتهي المعدة خلال يعني ممكن تختلف بقى من خمس ستة غيرات أو سبع غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم أكبر شوية الدباسة دي كوفيدين هما مفرقوش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو ستة سنتي بنستخدمه بالطريقة اللي زي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدباس اللي هي بتخلصينا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية ده جهاز اللي هي جشور ده advanced bipolar technology اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة أمنة ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة أبديتت في العالم كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة إلى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية أو دي قبة المعدة وهي ده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الأنترام كل ده لازم يتشال بالنسبة لقد تصل إلى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهازة ما قلنا نوع متطور من أجهزة الكاي Advanced Bipolar Technology اللي هو بيبصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجدوة من أستاذ ما فيش أي نزيف ما فيش أي مشاكل الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التفنيات الحديثة الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها للنهاية العملية بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى متطمنين دلوقتي تم عزل الجزء هي دبست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في فريط اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شوفنا اللي عملية سهلة جدا في خلال عشر دقائب يتم عملية التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما ورناكم عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا ورناها لكم الدباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتدابل ثلاث صفوف على اليمين وتلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شوفناها دي دي المعدة اللي هتتشيل في المنظر ده هنشيلها بنطلعها بتسألونا طبع احنا بنطلعها ازاي بنطلعها من البرطات اللي هي اللي خلال فتحة الاثنين سنطي بيتم يعني تصغير المعدة دي عصراها شوية وبنشفط السؤال اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البرط الصغير عشان بنعمش فتحات جراحية ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمله اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من تسريب في كل عمليات الجراحة فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضابط جامد يعني بنحاول نعمل المعدة بنخليها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب زي ما احنا شوفنا كده المعدة اللي عاملة زي عبارة عن بلونة يعني لو فيه اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا المعدة زي احنا شايفين احنا خدنا وزق كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترم المعدة ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل الامورنا كويسة خالص الحمد لله ما فيش اي تسريب ما فيش اي نزيف بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البرشر يعلي الضغط شوية عشان لو فيه نزيف لقدر الله يبقى داخل العملية ونقوم يعني يعني نوقفه اثناء العملية ما نصرفش العين للظروف ما بعد العملية السلام عليكم وحمد الله وبركاته انا اخوكم امرهيم السماحي كان وزن مئة وسبعين كيلو عملية التكمين ما ده مع الدكتور كريم الحمد لله وعادتوكم اللي نشوفكم ان شاء الله بعد التصويق بعد العملية والحمد لله زي الفور اللي دلوقتي طبعا الحمد لله ما فيش قلم خالص وزي ما الدكتور كريم وعادني الحمد لله ما حسنش بأي حاجة وموضوع عد بسيط وان شاء الله تبقى يعني ولادة جديدة ليا من جديد بعد العملية يعني وطبعا انا تعرفت عددكتور كريم عن طريق جماعة اصحابي يعني كان عاملين عاملية عنده وبرضه شفته على الانترنت وعلى الصفحة بتاعته انسان على خلق عالي ووقف جنبي ووقفة كويسة ودع عني وانا بنصح الجميع يعني ان شاء الله الدكتور كريم صبري اخي فاضل وانسان على خلق والحمد لله انتوش هلفيني بعد العملية الحمد لله زي الفل وامت اتمشيت بعد العملية بتلات ساعات ومكانش فيه اي حاجة وبدأت اشرب والامور تمام الحمد لله وما حدش يتردد يعني ان شاء الله في العملية وان شاء الله تبقى تغيير جزر لأي حد بيعاني نسه من طول حياته والحمد لله على كل حال وزي ما تشوا فيه نقول الحمد لله نزال فل اهلا بيكم احنا بعد العملية السيد ابراهيم عمل تكميم مادة الحمد لله عملية تكميم مادة بالمنظور طبعا فيه برايتس كتير جدا من تكميم المادة لكن هي فكرة تكميم المادة يعني هي تصغير حجم المادة بحيث ان احنا نأكل كمية صغيرة نشبع بسرعة ما بنجوعش على فترة كبيرة بحيث ان يبقى فترة الشبع اكتر شوية وكمية الاكل اقل يعني عما كان قبل العملية الحاجة التانية نحنا بنصل للامتلاق بدري قوي لان حجم المادة لو شكتوا بقى في الاشغارات السلسية بعد العملية حجم المادة قد لا تعدى الـ 120 سنتي وبالتالي بنصل للامتلاق بدري المخو بياخد اشارات بدري وتكون سريعة ان احنا وصلنا للامتلاق بسرعة جدا عجس الطبيعي اللي كان بيحصل مقابل اجراء العملية طبعا العملية بتجرب المنزار خلال فتحات صغيرة اللي هي المنزار العادي طبعا فتحات صغيرة جدا يعني بعد ساعتين ثلاثة بين اكترين اتناشة ستة ساعت بناشرب المفروض يعني يحروج خلال الاثناشر ساعة بعد اجراء العملية طبعا السرعة في الخروج هو ضمن منظومة الفاست تراك الفاست تراك معناها انه في مجموعة ادوية مجموعة انظيمات مجموعة ترتيبات للمريض بحيث ان هو يخرج في وقت صوير نكون المنزم على تكميل المعدة او تحول المصار انه يقعد في المستشفى الاسبوع لكن دلوقتي اتناشر ساعة كافية جدا ان انت تعمل العملية بتاعتك وتخرج بالسلامة يعني مص يوم تقريبا احنا بعد العملية مش لازم نقعد في البيت فترة كبيرة احنا بعد الخروب اليوم اللي نخرج فيه نقعده في البيت ولو ممكن نقعد يوم كمان لو يعني الوزن كبير قوي لكن احنا بننصح الناس كلها انها تنسي شغالها على طول ما تعودش في البيت فترة كبيرة وتمارس نشاطها الطبيعي لان العملية اصلا بالمنظار مفيدش فتح جراحي اللي هو يعني المعتاد فالمنظار سهل كدير جدا من العودة للعمل ورجوع للنشاط الطبيعي اي نشاط ممكن نمارسه عادي يعني ما فيش مشكلة سواء شغل فيزيك او شغل مينتل اكتر يعني ما فيش مشكلة نحن نرجع لحياتنا الطبيعية خلال الاسبوعين اللي هما بعد العملية بنمشي على يعني مجموعة تغذية معينة تناسب حجم المعدة او تناسب طبيعة المعدة ما بعد اجراء العملية الاسبوعين بقية الشهر الاول بنكتر ناكل بس الطريقة برضو منتظمة مع انتهاء الشهر الاول بيتم يعني ان احنا ممكن ناكل اي حاجة اللي هو الطبيعي بالنسبة للبيت العادي بس في كميات تتناسب مع حجم المعدة احنا بننصح طبعا بالممارسة الرياضة اول ماشي يعني طبعا في اول شهر وممارسة الرياضة بصورة اكبر شوية بعد الشهر الاول ده بساعدنا في ان احنا ننزل يعني بصورة صحية اكتر الجلد بتشد اكتر ان احنا يعني نبقى بنحرق اكتر وبالتالي اللي احنا عايزين نقصله من الشورت فيديوز دي انه تكميم المعدة عمليها سهلة قوية في انقص الوزن امنة تماما باستخدام التقنيات الحديثة بمجموعة الفاصل تراك في التغذير باستخدام الدباسات اللي هي الزكية في اجراء العملية دباسات الاكترونية طبعا كل دي تقنيات بتسهل وحتى يعني احنا منركز في الحاجات الصغيرة بالنسبة للتغذير كمان التغذير طبعا حتى الادوية بتاعت التغذير لازم تكون ضمن منظومة الفاصل تراك بحيث ان المريض بمجرد انه بخلص العملية يبتلي انه يعني يبقى فايق وصاحي يعني للمجتمع او صاحي اللي بيحصل حواليه بحيش زي زمان انه نحن نقعد فترة كبيرة لا دلوقت الانظمة الفاصل تراك نظامة الامور اكتر شوية وبقى الافاقة اسرع وكمان باستخدام المنظير الحديثة في اجراء عمليات امنة تماما عمليات يمكن عملها وخرجنا في وقت قصير قد لايتعدى نصف يوم او 20 ساعة في المستشفى وبنصح كل الناس انه هما كل واحد ياخد خطوة ايجابية انه هو يكسر السايكل بتاعة الوزن لان السمنة دايما بتحبس الانسان جواها اتخلص من السمنة اتخلص من الامراض المصاحبة للسمنة المفرطة وتمنيتنا لكل الناس في الشفاء وانهم يتخلص من اوزنهم وانطمنكم على كل الناس ان شاء الله وانقول للمستشفى الحمد لله السلام شكرا مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير احدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنذار تحويل مصار المعدة بالمنذار تكميم المعدة بالمنذار تحويل مصار الاثنى عشر التحويل مع التكنيم دكتور كريم صبري دكتورال جراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر